اهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم قبل المداخلة الهاتفية للزميل بلال مصطفى من الدوحة عما نشراه موقع الوطن من تصريح ذكر انه منسوب الى مسؤول وزارة الشباب والرياضة وعشان نرجع افكاركو تاني الوطن بتقول تحت عنوان الرياضة ترفض طلب الاهلي لان ندعمك لشراء لاعب بعشرين مليون جنيه وبيقول خبر الوطن اعلن مسؤول وزارة الشباب والرياضة موقفه من طلب النادي الاهلي صرف مكافآت للنادي بعد التتويج بدور الابطال افريقيا 2021 والسوبر الافريقي وبرونزية كأس العالم للاندية وقلم مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة للوطن سبورت لن نصرف مكافآت للنادي الاهلي لان اللوائح تنص على ان مكافآت البطولات تقديرية وليست إجبارية وأضاف المصدر خلال الفترة الماضية دعمنا النادي الآلي بخمسة مليون جنيه كما أننا سهلنا الإجراءات المطلوبة لإنشاء شركة كرة القدم إلى جانب الموافقة على حصول القلعة الحمراء على قرض من أحد البنوك وتابع المصدر المسؤول بوزارة الشباب والرياضة الآلي مؤسسة اقتصادية كبرى لها مصادر دخل من شركات الرعاوة والإعلانات وأمور أخرى كثيرة وليس له مستحقات في وزارة الشباب والرياضة ومن غير المنطقي دعم النادي الآلي حتى يتمكن من شراء لعب 20 مليون جنيه على سبيل المثال ومن الأولى ندعم الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات مالية طاحنة وكذلك مراكز الشباب كلام جميل بداية هل صرح مصدر مسؤول بهذا الكلام اتنسب إلى موقع إذا لم يصرح مصدر مسؤول بهذا الكلام كان ينبغي يقول ما صرحناش بحاجة لكن طالما ما طلعش يعني انكار لهذا التصريح يبقى صرح فحنا نتعامل مع الموقف أن نصرح مصدر مسؤول الحقيقة إحنا كان كل دهشتنا أستاذ إبراهيم أذكر المصدر مسؤول أن الأهلي بيبعث لجواباتك أنت بتردش عليه وكنا بقوله أنت بتردش ليه ده أنا قلت قل له يا أخي ما لكش حاجة عندي فهرح طالع عنه ما لكش حاجة عندي ببيان ما بيردش على جواباتك ولكن وهو يصرح أو بيصدر بيان يقول ما لكش حاجة عندي لأن اللوايح بتقول إن ده مش إجباري حلو قوي وهو ده اللي كنا عايزين يعني نأكده طالما أن الأمور مش إجبارية يبقى ندل غيرك بس ما تدكش أنت إلا الآن أنا حر هو حر لا هو أصل ده ملعاب الحرية ما هي مقيدة بأحكام ومنطق برضو إلا إذا كنت واخد موقف من نادي الأهلي فأنت عشان بتقول مش واخد موقف من نادي الأهلي فأنت بتقول ده إحنا ساعدناك تاخد قرض ده وفقنا على إنك تاخد قرض المساعدة إنك وفقت للنادي الأهلي إن ياخد قرض بس اللي بيدي القرض بيدي القرض قياسا إلى الملائة والضمانات التي يقدمها صاحب القرض صحيح فيه ضمانات فيه ضمانات فالآله إيه أنت بتدي له قرض أو بتوافق إنه ياخد القرض لأنه دي ناحية جرائية ما عندكش سبب من التول لا مش هديك مش هوافق لك يعني إنت ما ديتنيش قرض إنت وفقتين لإننا نطلب قرض النقطة التانية أنا ديت الأهلي خمسة مليون جنيه في وقت سابق وقت الخمسة مليون جنيه دول في نفس اللحظة إنت ديت الأهلي خمسة مليون الاتحاد السكندري الإسماعيلي ثلاثة مليون أظن والاتحاد السكندري على ما أعتقد صححني اتنين مليون تقريبا هذه عشرة مليون إديت المنافس كام مهوش مركز الشباب بقى أنت بتقول أنا مش حد النادي الأهلي عشرين مليون يجيب لعب مراكز الشباب قول إديت الزمالك أربعين مليون ولما طلعت عشان تطمن الجماهير إحنا ما تخافوش على الزمالك إحنا وقفين في ظهره وهذا حقه وحق الإسماعيل وحق الآله طبعا لا طالما أن المادة أنت قلت أنا أساند الأندية طيب أنا ما طلبتش منك تسدد غرمات أو أحكام تهدد موقفي نتيجة سوق إدارتي بصرف النظر بقى مش عايزين لأن الزمالك ملناش دعوة يعني أنت قدرت أن أنا حد الزمالك مئة مليون حد الزمالك مساندة أن أنا هجيب له من الرعاة مئة مليون وهنا بنا توقف وإحنا قلنا لك كده يا أخي ساعدنا زي ما ساعدت الزمالك أنه ياخد مئة مليون مؤدم من مستحقاته إحنا لنا 2 مليون تماما وشوية عند الرعاة ساعدنا اتوسط لنا برضو ما إحنا تابعك ما تدينيش من عندك وخد منها عشان نسدد ولما قلنا لك ادعم المنشآت ما قلنا لكش ادينا فلوس نشتري لعيبة ده إحنا بنقول لك ادعم أو بنطلب منك ادعمنا فيه بعشرة في المية من الانفاق اللي أنفقناه أو 8% حتى مش 10% من الانفاق اللي أنفقناه على المنشآت وانشاء فروعه وانشاء ملاعم وانشاء صلاة وانشاء 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 للشركة اللي هي شركة وطنية اللي هي مستحقات عندنا اللي عارفين ناخد من الرعاة في فلوسنا لأنك قلت الأهلي عنده مصادره طب سعيدني أن أأخد من مصادري أبدا ما ليكش حاجة عندي لأنك ليه ما ليش حاجة عندك ليه هوحنا لما نقولك رض علينا أو رض على الأهلي مش علينا وبعدين هو أنت واخد موقف من إعلام الأهلي ده الأهلي بعتلك جواب الحاقا 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 بيقولك رض ده كان دهشتنا ده أنا حتى قلت رض قل له ما ليكش حاجة عندي فقلت ما ليكش حاجة عندي يعني حاجة لما رضيت قلت ما ليكش حاجة عندي لأن دي اختياري مش إجباري طب وهي ليه ما تكونش من اختياراتك دعم نادي زي النادي الأهلي في منشآته ليه ما تكونش من اختيارك مساعدته في الحصول على أمواله ليه ما تكونش من ضمن اختياراتك أنك تساعده أنه سدد لجهة وطنية مستحقتها عشان نقدر نفتتح فرع التجمع اللي هو فرع تنموي في المجتمعات الجديدة ده حينمي المنطقة وفيه ناس مستنية النادي ده يتفتح عشان شباب يخش وأسر تخش تمارس حياة رياضية صحية وعشان فيه ناس حيوتح لها فرص عمل وشرحنا من خلال دكتور سعد الشلبي عدد فرص العمل التي تتحها المنشآت الرياضية في النادي الأهلي وقلنا بتتجاوز بتجي حوالي ألف فرصة عمل مباشرة وزيهم غير مباشر هادي اللي احنا بنطلوب لو قلنا لك عايزين نشتري لعيب ومزنوقين ولا بنقول لك سدد ديوننا ولا بنقول لك ساعدنا ناخد رخصة أحسن احنا ما عندناش الملائة أو السلامة الملائية اللي تخلينا ناخد رخصة عشان نشارك فيه الأنشطة الإقليمية أبدا خالص ولا مطلوب منك هذا الأمر وفي الآخر لو انت عايز تقول لنادي الأهلي ده من ناشدعو به انت حول اطلع البيان الجاي وقول لنادي الأهلي ده من ناشدعو به ده حاجة تخصك وانت مش هتحاسب النادي الأهلي على تساؤلات احنا بننقل تساؤلات الشارع على فكرة يعني احنا لا قصدنا نصطدم مع الوزارة اطلاقا ولا قصدنا نقلل في وزير هو حضر بنفسه افتتاحات الحاجات دي وقشات بيها احنا بنقول له ساعدنا سقق في النادي الأهلي علشان يقدر يكمل هذا المشوار في دعم البنية الرياضية في إنشاء فروع جديدة في خلق فرص عمل في تقديم أبطال للمتخدم إذا كان هذه الأغراض مشروعة عن المتظر مسؤول إذا كان صرح هذا المتظر بهذا الكلام فاحنا بنقول له هذا هو الهدف ليس الهدف الصدام ولا أي حاجة تاني لكن كان الكلام هو وانتو ما بتردوش ليه فساعة ما تردو ترد بالطريقة دي الحقيقة أنا منداش ده كلام يعني كافي جدا وشافي لكن هناك ملاحظتان الملاحظة الأولى وزارة الشباب الرياضة وزارة هي رأس الحركة الرياضية حتى وإن كان فيه اللجنة الأولمبية لكن على المستوى الرسمي هي رأس الهرم الرياضي لم نعتد على الإطلاق أنه يبقى فيه تصريحات مجهلة تطلع من الوزارة التي تمتلك جهازا إعلاميا كافيا ومسؤولا إعلاميا ومتحدثا رسميا باسم الوزارة بيتحدث في كل شيء إذا كان هذا الكلام وأنا عارف أنه كلام حقيقي وأملي على الزملاء ده كلام صحيح وطلب عدم ذكر اسم المصدر وده تصرف جديد في العلاقة لأنه أنا أفهم أنه ده ممكن يكون من اجتهادات صحفية حتى ما تحددش اسم الهيئة أو اسم الوزارة لكن أما وإنه يتحدد صرح مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة فهذا الكلام يتجه مباشرة إلى المصدر المسؤول معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي ده قولا واحدا أنا ما بحبش أروح للأمور بشكل ملتون خلينا بشكل صريح ده الجزء من الخطابات الستة اللي الأهل بعثها في خمس شهور اللي أشار إليها المهندس عدلي للتسكير فبالتالي خلينا نروح للأمور بشكل مباشر هذا الأمر ذكرى أنه متحدث رسمي بوزارة الشباب والرياضة إذن هو سيادة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأنه إن لم يكن هو كان المفروض المتحدث الإعلام الرسمي الوزارة وزارة رسمية بهيئة حكومية معتبرة ومحترمة لها كادر إعلامي ولها كيان إعلامي بيتحدث بإسمها لكن لما يتقالي الكلام على سبيل التحريض العام ما هو الأهلي أنا مش هدي له فلوس عشان يروح يجيب لعيب بعشرين مليون جنيه أنا أدي المركز الشباب هنا أنا بخلط الأمور أنا هنا بخلط الأمور لأن الأهلي ما قالكش الديني إعانى لكرة القدم الأهلي بيقولك أنا أحدثت أو أنشأت هذه المنشآت تقريبا بشكل وصل إلى 800 مليون جنيه والأهلي الطلب 10% إعانى إنشائية كما يفعل مع الآخرين إعانى إنشائية وماخ مش عايزها أنا الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كجاهة رسمية محترمة ووطنية هي اللي قامت بإنجاز هذه المشروعات اتفضل يا معالي الوزير ابعت لهم المستحق من الدعم المخصص لنا أو اللي يجب أن يكون مخصصا لنا إذا كان هناك تقدير لهذا الدور الوطني الكبير اللي الأهلي بيقوم فيه برعاية النشأ والشباب وخدمة المنتخبات الوطنية في كل الألعاب ثلاث صلاة في مجمع كبير بالمناسبة لم يحضر الافتتاح الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وحضر مدير الشباب والرياضة في القاهرة ومدير الشباب والرياضة في الجيزة قبل يومين بالزبط لكن إن أنا أقول وأنا عايز أدي الأهل فلوس عشان يجيب لعيد 20 مليون جنيه هذا لم يحدث ودخلت للأمور أو محاولة لتحريض الماء إن الأهل هيهدر الفلوس في الكرة وهذا لا يحدث على الإطلاق ده الافتتاح الأخير اللي حضره ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة وقيلة الوزارة في القاهرة والجيزة والجيزة لأنه كمان الأهل في الشيخ زايد جغرافياً يتبع مدير الشباب والرياضة في الجيزة مشكورين الاتنين اللي حضروا اليوم كل التهدير والاحترام لما يقول إن اللوايح دي لا تكبرني على صرف مكافئات نتيجة الانجازات الرياضية اللي بتحققها هي لا تكبرك لكن لما تصرف لغيري المنافس لما خد الكونفدراليه صرفت له ولما صرفش مش فاكر لا عايزين نتأكد لما صرفش الحد يبعى عبداه العيل لا هي بس في حتة الحافز الرياضي لأنه المهندس حسن صقر وهو واحد من قيادات نادي الزمالك الكبار أيضاً لما كان على رأس الهرم الرياضي كرئيس المجلس القومي للرياضة هو من استحدث هذا المبدأ إنه تشجيعاً للنادي اللي بيفوز ببطولة أفريقيا بيدعم أو بيكافأ لعبوه كما إن الوزارة بتتحمل تذاكر الصفر ابتداء من دور التمانية الفكرة دي مبالغ رمزية يعني ده كلام قليل ده كلام صغير بس خليني أشعر بما يشعر به الأشقاء في المغرب اللي لسه زميلنا من المغرب بيقولك والأشقاء في مصر معمولهم معسكر على حساب الاتحاد عشان يشاركوا في مورات السوبر الأهلي لم يطلب هذا لكن أنا فعلاً الدفع بفكرة أنا هديهم 20 مليون جنيه هديهم فلوس عشان يشتروا لعب 20 مليون جنيه هذا تحريضهم ما لكن حقيقة الأمر أنه ما يصح أبداً أن يصدر عن وزارة الشباب والرياضة رأس الحركة الرياضية تصريحات منصوبة بالتعمية لمصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة كان على الجهاز الإعلامي في الوزارة إما أن يصرح باسم المتحدث الرسمي وساعتها هيبقى كلام محترم وكلام معتبر وكلام يمكن النقاش حوله سلباً أو إيجاباً قبولاً أو رفضاً لكن بهذا الشكل إلا إذا كان فيه موقف متخز من نادي الآلي دي جديدة في طريقة الأداء وشكل العلاقة إن أنا أجيب الناس وأقولهم قولوا بس ما تقولوش اسم فلاني الفلاني فيطلع الكلام بهذا الشكل اللي فيه تقليل من دور النادي الآلي وفيه كمان تحريض على الدور اللي بلعبه النادي الآلي ثم تفسير آخر يذهب باتجاه دي مكافأة إجبارية أو اختيارية مش إجبارية ده كلام أعتقد ما كانش أبداً مسؤول عن مصدر مسؤول يعني ما نحبش العلاقة كده خاصة إن كانت جمعنا بالوزير علاقات احترام دائمة ومتبادلة لكن الموقف اللي متاخد ده والتفسير إن أنا مالكش عاجة عندي عشان أنا مش حديك تصرف على الكورة ما طلبتش هذا الكلام والنادي ما طلبتش هذا الكلام وكان يأمل من خلال الخطبات أن يشعر بالدفء والمساندة من الوزارة المسؤولة كنوع من تقدير الدور اللي بيعمله النادي الآلي والمساندة لأن لا إحنا عارفين نأخذ من القطاع الخاص ولا عارفين نأخذ من الجيئة المسؤولة عننا ولينا حاجات يقال إن إحنا مش مجبرين خلاص لكن في وزراء تانيين دون طب دون ليه تقديراً هو الوزير خالد عبد العزيز لما صرف للنادي الآلي في المنشأة بتاعة الصرف ليه السكواش ولما صرف له المكافآت بتاعة البطولة البطولة تقديراً لكن لما الكابتن طارب وزيد صاحب أول موقف قال لك أنا مش مضطر ده كان موقف مناهض لخصومات شخصية بينه بين المجلس كابتن حسن حمدي كابتن خطيب فخذ موقف شخصي انتهى بإنه حتى حل المجلس بدون إبداع الأسباب عشان كده تراجع مش تراجع لقوة الآلي تراجع لأنه لم يكن مستنداً إلى أسباب حقيقية في حل المجلس فلما أنت عايزت تقول إن أنا مش مقبر هل أنت واخد نفس الموقف بشكل شخصي زي الوزير الأسبق طهر أبو زيد خلق ماشي تتفهم لكن ما أظنش لأنه ما فيش سبب ما فيش سبب لهذا الموقف تقول أنا مش مقبر إن أنا أساعدك بشكل رمزي يوضح إن أنا ممتن أو مقدر المجهود الذي تبذله إحنا هو ده اللي كنا نأمله وما كنا نتمنى نسمع المجاهرة بما كنا نخشاه ده كان كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وضع ده نتواصل